متابعيني الأعزاء على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مين فينا ما بيسجلش وساعات بيكون فيه أصوات في الخلفية غير مرغوب فيها بتطلع أسماء عملية التسجيل أو في بعض الأحيان بيكون فيه صوت التكييف أو صوت المروحة وبتبقى أنت في الآخر خالص حس أن أنت بزلت مجود جدا في التسجيل ومش عايز تعيد التسجيل مرة تانية الحل ده موجود النهار ده مع 11 Labs 11 Labs عامل تحديث جديد اسمه Voice Isolator Voice Isolator بيبتدي أنه هو يعمل Isolation أو بيعمل عزل للأصوات الموجودة في الخلفية عن الصوت الأصلي يلا بينا نجرب الموضوع ده بشكل عملي كل اللي عليك أن أنت حتروح ل11 Labs وتعمل Sign In وتخش على Tools Voice Isolator المنظر ده وتعمل حاجة من الاتنين عايز تعمل Record للأوديو تعمل Record أو تأبلود أوديو وده في الغالب اللي بيحصل يعني أنت بيكون عندك أوديو أورادي أنت مش راضي عن التسجيل بتاعه لأنه فيه في الخلفية أي إزعاج في الحالة دي بتبتدي ترفع الأوديو وبعد كده بتبتدي أن أنت تعمل العزل تعالوا بقى نرفع مع بعض الأوديو اللي إحنا سجلناه ونبتدي إن إحنا نعمله Isolation من ناحية الفويس الموجودة في الBackground هبتدي إن أنا أرفعه وطبعاً بيقولك الأوديو بتاعك ما يكونش أكتر من 500 ميجا بايت هبتدي أرفع الأوديو يعني لو أكتر من 500 ميجا بايت مش هيقدر يعمل لك عملية Isolation رفعت الملف بتاعي حجمه صغير جداً 23 ثانية هبتدي إن أنا أعمله Isolate Voice بتاعي تهيلوا مع بعض نسمع الأوديو الصوت عامل إزاي قبل ما أعمل عملية Isolation أو عملية إن أنا أعزل الصوت اللي موجود في الBackground عن الصوت الأساسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم وتجعيني جميعاً على خناة كل يوم موقع دي يا رب التمثير والسحة والسلامة النهاردة هنتكلم عن موقع دي هل فين قد إيه الصوت اللي في الخلفية مزعج بالنسبة للصوت الأساسي هنبتدي بعد كده إن إحنا نعمل Isolate Voice هنا عمل Isolated لل Voice الموجود في الBackground تعالوا بقى نسمع الأوديو بعد ما تم عزل الأصوات المزعجة اللي موجودة في الخلفية عن الصوت الرئيسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم وتجعيني جميعاً على خناة كل يوم موقع دي يا رب التمثير والسحة والسحة والسلامة النهاردة هنتكلم عن موقع دي زي ما احنا شايفين الأصوات في الخلفية مش موجودة تماماً وده حيخليك لو أنت بتسجل وحصل أثناء التسجيل أي مشكلة في التسجيل بتاعك من ناحية الصوت أو حتى عندك صوت المروحة عالي شوية أو صوت التكييف في الحالة دي ممكن أن أنت تعزل الصوت الموجود في الخلفية حاجة سريعة بس أحب أتكلم عنها بما أن 11 Labs كل يوم بيعمل تحديثات جديدة في حاجة اسمها 11 Labs Reader وال11 Labs Reader ده أبليكيشن دلوقتي موجود على الأب ستور يستخدم فيه قراءة البي دي أف إن شاء الله أول ما يكون متاح لأنه هو أنا حتى لما نزلته قال لي حيجيلك نوتيفيكيشن أنه هو أفالابل فأنت حتى لما بتنزله بيبقى لسه مش متاح بشكل كامل أن أنت تستخدمه فأنت هتستنى نوتيفيكيشن أنه هو متاح علشان تستخدمه وهو ويخد 4.5 ريتنج من حوالي 48 شخص أما أقدر شحكم على 48 شخص لكنه ويخد رقم 81 in productivity مش هذه النقطة أنا دايماً مؤمنة أنه لازم نجرب بنفسينا علشان نقدر أنه نحكم 48 ريتنج متاح يعتقد أن 48 ريتنج دول أشخاص تم إتاحة الابليكيشن عندهم هننتظر إن شاء الله لما يبقى available وأبتدي أطلع أقول لكم تجربتي مع 11 Labs Reader شكلها عامل ونتمنى إن شاء الله أننا نتكلم عن حاجات جديدة عن 11 Labs الموقع اللي بعتبره من المواقع المميزة جداً في تحويل الصوت إلى Voice زي ما أقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعين الأعزاء ما تنساش اللايك وشيروا الكممنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة